لا يزال تدفق المساعدات على قطاع غزة رغم التدقيق والفحص والتعنت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرمي أبو سالم المزيد من التفاصيل حول تلك الجهود والعرقيل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلعنا عليها الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري نتابع نعم تحياتي إليكم من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ونرصد أهم الأخبار عن معبر رفح وعن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة وعن الحالة بصفة عامة حيث أننا اليوم في اليوم رقم 337 لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان من أبرز الأحداث التي مرت بالأمس الخميس هو زيارة السيد محافظ شمال سيناء إلى معبر رفح وبصحبته وفد من برنامج الأغذية العالمي وكان معه أيضا السفير الألماني بجمهورية مصر العربية يورين شولتز وتفقد طبعا قبل الزيارة لمعبر رفحة تم تفقد مخازن الهلال الأحمر بمدينة العريش للوقوف على توفر الأدوية واللقاحات التي تتوجه إلى قطاع غزة وطرق تخزينها وكان من اللافت للنظر أنه بالأمس تم مرور نحو ستين شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تم رجوع أكثر من إحدى وثلاثين شاحنة مرة أخرى بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا وعادت محملة بالمواد الغذائية مرة أخرى من دون أن تدخل إلى غزة وكان هذا على مرأة ومسمع من برنامج الأغذية العالمي وأيضا على مرأة ومسمع من السفير الألماني الذي أجاد بالجهود المصرية في توفير وتيسير ودخول المساعدات إلى غزة وأيضا قال بأنه سينقل هذه الصورة كاملة إلى الحكومة الألمانية صورة التعنت الإسرائيلي لأنه رأى بعينه الشاحنات وهي تعود وبسؤال بعض الشاحنات تبين أنه لا يوجد سبب معروف لرجوع الشاحنات ولكنه يبدو ضمن سلسلة التجويع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أخيرا لدينا المرحلة الثانية من تطعيم شلل الأطفال والتي بدأت من الخامس من سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم الثامن من سبتمبر الجاري وتستهدف ثلاثمائة وأربعين ألف طفل فلسطينية دون سن العاشرة كانت هذه أبرز الملامح لليوم السابق واليوم والغد يعتبر أجازة في معبر كرم أبو سالم وبالتالي لا توجد شاحنات تمر عبر المعبر في هذين اليومين أعود إليكم من العريش التلفزيون المصري باسم أبو ليل